بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب الحق المبين في الربط على منتلاع عبد الدين بالقلم العالم الأزالي وسامة السيد محمود نفعنا طوى بعيني وبركاتي مفهوم الجهاد لأنهم تلعبوا بالجهاد وجعلوا الجهاد جهاد ضد المسلمين مش ضد الكفار ضد بالك خطورتهم جعلوا الجهاد ضد المسلمين مش ضد الكفار وحولوا الجهاد اللي هو قتال في سبت الله إلى قرر والقتال غير القرر فيم؟ والجهاد جعلوه هو السلح فقط والجهاد له وسائل أخرى غير السلح شوكت بقى غلطه من جهات عديدة تعريف الجهاد والهدف من الجهاد ووسائل الجهاد أخطأوا في كل جهاد دي المشكلة بتاعتهم فبيقول هنا الجهاد بعد أن وقعت الطيارات المتطرفة في تكذير المسلمين بسبب قضية الحاكمية ثم وصفوا المسلمين بالجاهلية التي هي كفر وشرب ثم جزموا بانقطاع هذا الدين منذ قرون وحكموا بكفر القوانين والتستير انتقلوا لإستلاب مهم الحكام وولاة الأمر ووجهوا السهام إلى صدور المسلمين وحصروا أدفهم بنزع مقاليد الحكم وإنشاء كياس سياسية البديل وجزموا بحكمية الصدام ثم سموا ذلك جهادا والحقيقة أن مفهوم الجهاد الذي شرعه الله تعالى وجعله عملاً واسعاً وراقياً والقتال صورة من صوره يعني وليس كله القتال مالش القتل كمان القتال صورة من صور الجهاد ثانين القتال دا ليكونوا إلا إيه بأمر حاكم مش بأمر مجموعة من نفسهم كمان هم كمان نفسهم كلا يروح القتل الوحدون مين اللي ولاهم ومين اللي قال لهم نفسهم فاهمهم بالخطأ والقتال صورة من صوره فقد جعله الله تعالى مرتبطاً بمقاصد الشرع التي هي الهداية وحياء النفوس لا إزال وجعله الله تعالى محكوماً بموضومة قيم حاكمه تدفع أصحاب انتهات الحق ألا يبتعوا شجراً وأن لا يوليكوا شاء وأن لا يؤوعوا راهماً في صومعته وجعله الله تعالى مرتبطاً بتقدير شؤوني ومقداري ومالاتي يعني قال لك حتى الراهب في صومعته اللي هو الكافر المش مسلم ما تخوفوش فضلاً والوقت يبقى هم يفجروا نفسهم جوه المساجد والناس بتسجد يبقى ده الجهات متى عربنا بقى يجي جوه الجامع إذا كان لو كان صومعت كافر ما تهدمهاش عليه وسيبه بحاجة يقوم يخش مساجر المسلمين ويفجر نفسه بحزام ناري ونظن ان هو رايح الجنة حاجة غريبة ولها حاجة غريبة شغل شيطاناً هم ما اش قتلوا الشيخ محمد سعيد العنال الفوطي جوه الدرس بتاعه ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لو شيخ كبير ما تهتروش كافر كافر بس شيخ كبير ده شيخ كبير هو مصري وجوه مزر وعالي هو الكبير وقضى عمره في تعليم الناس يعني شو كم مانع يمنعوا ده لو كافر وشيخ كبير ما منعه قتل ما اعملوا عميل جمدة يا سيدي ربنا انكيين وقال لا يروع راهماً في صومعته وجعله الله تعالى مرتبطاً بتقدير شؤونه ومقداره ومهالاته فإذا خرج عن فدوده أو جاوز مقداره أو تم إقاعه على غير محل يخرج عن كونه جهاده وتحول إلى إساءه وظلمه أدوانه فنحن أمام أدوان متكرر على مفاهيم الشريعة وقضايانه ثم إقاعها وتنزليها على أفكار مغلوطة عندهم بعد امتلاقهم من الكارثة الكبرى والتي هي تكبير المجتمع حيث تولدت من التكبير سلسلة وشعب كثيرة من التطبيقات المغلوطة التي يستجلبون لها مصطلحات الشرع الشريع فتفتل مصطلحات الشرع وترتبس على الناس بل ويترتب على ذلك خطأ بادع يجب لك آية وقد قالت إزاي؟ هل تربصونا بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربصو بكم عن يصوبكم ونضعوا بعدابهم عندي آية قرآنية دي نزلت للمسلمين وهم بوجه كفار يقوم يعملها على أهمية ده تحويل كلم تحريف الكلم مهما وضعك وده من الكبائل تحريف الكلم ده ده مذهب يهودي اللي هما مشين فيه ده ده مذهب يهودي تحريف الكلم عن مواضعك يجيب الآيات في غير موضعها والإحكام في غير موضعها أصل الكرب دي كلها خارجة من الخوارج وأصل الخوارج عبدالله بن سبق اليهودي فأشوف على الأصل دور كان زمان يقول لك إيه؟ على الأصل دور تهمت بقى إزاي؟ وأن التطبيقات المغروطة عندهم والتي اقتصبوا لها مصطلحات الشرق حلوة كلمة اقتصبوا دي جميلا وقت اقتصبوا لها مصطلحات الشرق يعني يجب لك الآيات والأحاديث ويقول لها على غير موضع جعلت الناس تنظر إلى مفاهيم الشريعة من خلال تطبيقاتها أولاك فيستقر في الأزام تصور مغرب في القبح والظلمانية عن قضايا الشرق وتتحول في عائل الناس إلى شقاء بعد أن جعلها الله رحمة وحياة وإكراما للإنسان وخضراء البخارية أيضا من حديث الجابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه قال أقبل رجلين بناضحيني وقد جنح الليل الناضح هي الناقة التي يجلب عليها الماء يشيلوا عليها الماء حاجة أن يجلبوه سموه ناضح أقبل رجل بناضحيني وقد جنح الليل فوافق المعاد أن يصلي فترك ناضح هو أقبله إلى معاد فقرأ بسرط البقرة أو النساء ثلاث عشر والراجل جاي مجرش العربية بتاعته برش والعربية بتاعته كانت حبارها عن الجمل ويمكن وحفة في الممنوع ويمكن يجيله إنشي والرق وعايز يصلي عشر وإنشي رح باعي سيدنا معايز الله أكثر مش قدر في سلط البقرة مش عايز يركب فإن؟ وبلغه أن معايز النال منه أم الراجل عمل إيه؟ نوى المفارق وصلى وسب معايز يجمل براحته وخرج للناضح بتاعه وراح يصلي الفجر عن النبي عشان يشتكيله معايز بقيمت بقى لما مشي قالوا سيدنا معايز شوف الراجل سابك ومشي قال منافق نال منه هذه معنى نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معادا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاد أفتنون أنت تفتن الناس يعني تعمل حاجة الصلاة دي أمر مطلوب ثم تعملها بطريقة تخلي الناس تترك الصلاة متابعة الإمام أمر مطلوب ثم ترهق الناس فيضطروا إنهم يتركوا متابعتك ويعصوا ربنا تعمل سيب الزبط واحد متألم قوي تعبان قوي تقول له صلى يا حنبي يقول لك مش هصلي عليه يا أحي يصمر لما اخد مسجن ثم انت وقعته في معصين ثم تسيبه واجب له مسجن الاول مش بتخسر الحكاية دي ثم تقع في المعصين يجي واحد بيموت وبيغرغط قول لا إله إلا الله ويدور له كده لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله بالاخر يروح تفف وشه ويموت عبدالله ليه ليه بس خلي آخر حدا يعملها بدون ايه تفف وشه يعني ما يصحش لازم تراعي ظروف اللي أمامك تعمت ازاي؟ أما يبقى فيه بأمر اه كانت ما تؤمروش بأمر يرفضه زي أمة مسلا بتلاقي الأب بيقدك ابنه بيدربه توفن اللحظة بتحب أبوك يا حبيبي ولا بتحباني أنا أكتر من أبوك طبعا في لحظة تتضرب يا حبيب لها أنت لأن أبو اللي بيدربه ما ينفعش كده ما تستقش في المالك طيب؟ يعني لازم تراعي ظروف اللي أمامك يا معاذ أفتان أنت ثلاثة مرات فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يعشى فإنه يصلي ورائك الكبير والضعيف وبالآجب هذه رحمة النبي يعني النبي رحمة انت تراعي تحس بغيرك مش تعيش في نفسك النبي لو على نفسه كان يكرة عينه الصدد كان عايز يصلي على طوله لكن كان يسمع بوكاء الصبي ونهو يطور يقصر صلى الله سلام يعني لازم تشعب بشعور غيرك مش بشعور نفسك انت ربنا فتح عليك وفتح عليك باب الزكري ومبسوط والتاني مسكين أولا تعبان وخل قدية وعنده أزمة ربوية وعنده ابتاءة وتقول له اخي يذكر ربنا خد استمحي يذكر ربنا يقول سبحان الله هو مش قادر ياخد نفسك لا قول ما مش حقول لعيناك انت مش داريان بيه يوم تفتكر نفسك انك انت حسن منه انت كنت تذكر هو رفض الزكري يوم في الاخد تتقاب له قدام ربنا يطلع هو حسن منه تهمت بقى ازاي؟ فلازم نعتزد بعضنا البعض ولاش الطريقة بسر بهذا البيان النبوي الصريح يجعل الإنسان إذا استقل لنفسه بطريقة بتطبيق الشرع وهلزم الناس بها حتى أثقل عليهم جعل هذا عملا خطيرا وسمى صاحبه فتانا ولفت نظره إلى مرعد أثر فعليه على نظرة الناس للشرع الشرع كل هذا مع تسليم فضل القائل بذلك ونو كان يحب التطويل في الصلاة تحب التطويل في الصلاة؟ صلي بقى الصلاة بتاعتك انت المؤنة فلا بتاعتك ما عمي فيها اللي انت عايزه إنما الفريدة وراك ناس كتير فكيف ما نكفر الناس ثم حمر عليهم السلاح ثم سمع ملوه هادا جهادا مرة كنت بصلي زمان ونفسانا وفي محطة قطر الراجل في صلاة عيشة والقطر حيقوق يوم يقرى سبط الصنف كذلك والناس عايزة تصلي العيشة وتلحق القطر انت بصلي في محطة قطر وقطر عادي يزمر طب قولن انت مخ اللي بيصلي ورا بقى وحجزه في القطر هيبقى مخه ايه؟ هيسيبه ايه؟ هيسيبه ايه؟ انت محطة قطر ان شاء الله حتى تكتفي بالفتاحة وكله الله واحد والركوع على طول ثلاث مرات وخلص الناس كل واحد يرحق نفسه غير بقى واحد بيصلي في حي كده سكني هادي زي المؤطة منا ولا في مصالح ولا بتاعه والناس كلها جايين من بيوتهم ومبسوتين وفيش حاجة خلص كسين يبقى صلي بيهم بصورة الكهر زي احيانا ما بنعمل احنا احيانا مش على طول يعني ليه؟ لان انت في حي سكني غير اللي بيصلي في مطار غير اللي بيصلي في محطة ايه اوتوبيز بيحط محطة كتار دائمته ازاي؟ يعني ده كل حالة دائمية حلق فلازم انت شاعر بايه؟ مدرك بالواقع اللي انت بيه فكيف ما نكفر الناس؟ ازا كان اللي عمل كده في الصلاة انه بقى لقفتن فما بالك اللي كان سبب في تكثير الناس دائمته ازاي؟ يبقى موقفه ايه عند الله؟ ثم حمل عليهم السلاح ثم سم عمله وهذا كمان جهازا وانظر مثلا قول صالح سرية في رسالة الايمان صالح سرية اللي هو كان زعيم تنظيم الفنية العسكرية كان فلسطيني وكان تمت الاجتماعات دي بيت زينب الغزابي ربنا يهديهم ورحمهم جميعا ورحمهم ويقول ايه بقى في رسالة الايمان؟ والجهاز لتغيير هذه الحكومات وإقامة الدولة الكراسة صالح سرية اللي كانت عندي في دور بي جات لك والجراسات بتاعي التكفير والهجرة بتاع مصطفى كان ننصي مصطفى شكري؟ كانت عندي قال لي شكري مصطفى كانت عندي كل الحاجات اللي قلت علي لان انا كنت في الحاجات اللي قلت له واحنا كنا يدوب طبعين شباب بقى طبعين سبحانه اللي ربنا عصرنا من هذا الكلام نقران ليه مضلب طب مضلب ليه من اعرامش لكن عشان بتحب النبي والله يحبك للنبي يعصيبك إنك انت تتأثر بالكلام تحس انك انت اول ما تقرأ لقيت نفسك بتكرم كل الناس 31 والنبي رحمة للعالمين المفروض لما تقرأ حاجة للي نفسك بتحب كل الناس الحق كنت الحق ما تقرأ للي نفسك تتحب كل الناس وترحم كل الناس وتعذر كل الناس لك انت عشان تبقى رحمة لكن كنت تقرأ كلامهم ألاقي نفسي بكرم كل الناس هم أقول ايه؟ اكيد الكلام ده برد. بدون معرفة ارد عليه كنا لسه بسنة ويهبور وفي اعلاني كلية وكنا صغيرين لسه لا قارينا ولا درسنا ولا حد ان يعرف المشايد. لكن هي ده المغتياس. ان ده النارحمة للعالمين. اي حاجة تقرأة تلاقي نفسك بتحب الناس وتعذر الناس اعرف ان هي دي دي النبي. اي حاجة تخليك بتكرم الناس. تقرأ كلامهم يخليك اول ما تكفر تكفر ابوك وامك. اللي هم بيربوك. وبعدهم كان فعلا بيكفر ابوهم ويسيبوا ويدرم. تريبت ازاي يعني ده قدينة. اكفر ابو اهم اللي هم طول النار عادين بيربوني ويصلوا ويصوموا وحجوا. دي ساكفرهم. كل ده علشان ايه? علشان ناس لهم بيحبوا جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر ده عندهم مسلا للتي ولا حزة. حاجة غريبة جمال. افرد انهم بيحبوا عاصي حد. عبد الناصر عاصي. مسلا. وبيحبوا واحد عاصي. هو محبة العاصي. لا لمعاصيتي. ليه انسانيتي? لانه انسان. هونا ما بحب العاصي بحبه عشان بيعمل معاصية? هونا بحبه عشان انسان دخويته. ده ابوية. ده قريبي. ده من بلدي. بتهمت ازاي? يعني انت بتكره المعاصية ولا تكره العاصي. دي فرق كبير. فهنا ما بفهموش الحاجة تلي لسه. فالمهم بديقول فرسالة الامان ايه بأصالح سريع. والجهاد لتغيير هذه الحكومات وإقامة الدولة الاسلامية فرض عين على كرز مسلم ومسلمة لان الجهاد ماضي الى يوم القيامة واذا كان الجهاد واجبا لتغيير الباطل حتى ولو لم يكن كثيرا كما الحسين رضي الله عنه وكما قال رسول السلام خير الشهداء حمزة. ورجل قام الى امام جايب. فامره ونهاه فقتله فان الجهاد بدي الكفر لا يختلف اثنان من المسلمين انه افضل للفراع. وذروة سنة من الاسلام. شفت تلبس ابليس؟ شفت بقى تلبس ابليس؟ الكلام دا كله كلام صح بس يؤدي ايه؟ انك انت تفكر نفسك في بلدك اللي انت عيشت فيها اللي هي ملينا مآزم ومصلين. قال التلبيس. الكلام دا نازل علشان تواجه العدل الكافر المعتدي. يوم هو يحوره الى المسلم المسالم اللي انت عيش معاك. شفت بقى تلبس ابليس؟ فان الجهاد ضد الكفر لا يختلف اثنان من المسلمين انه افرر الفراع بزروة سنة من الاسلام. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهدية. ومن ماتوا لفعلا عن حكومات الكفر ضد من قاموا لاقامة الدولة الاسلامية فهم كفارا الا اذا كانوا مكرئين فانهم يبعثون على نيتين. وهذه قضية خطيرة عرفالها المسلمون اليوم وتحتاج الى افرادها برسالة مستقلة لان الحركات الاسلامية كثيرا ما تتذكأ عن القيام ضد هذه الدولة خوفا من اراقة الدماء لانهم لم تطلح لهم هذه القضية الواضحة وضوح الشمس ويكفر هذه الدولة. يعني بيقول لهم اريقوا الدماء ولا تخافوا. ده اسم كلام رسائل كلها تحضوا على قبل المسلمين. فبهذا تحول مفهوم الجهاد على يده الى التكفير والعدوان على الناس وكان توقط في ظلمات متكاتفة سماها جهادا. وبعد انا عامل مقارنة بين الجهاد كما شرعه الله وهو امر شريط يحقق الهداية وبين الصورة المظلمة المغلوطة عند الطيارات المتطرفة. التصور الصعيم الجهاد عامله في خانة وعمل التصور المغلوط في خانة. فبيقول في التصور الصحيح اتساع مفهوم الجهاد حيث ان الجهاد الذي شرعه الله هو شأن شريف موراني. يتحقق بصور متعددة. فيكون بالقلب وبالدعوة وبالحجة وبالبيان والرأي والتدبير. وقد تتحتم الحاجة فيه الى القتال عند الصراع فيكون بالقتال. وانظر كلام الفقاء في ذلك في كتاب كشاف النقاع للعلمة البغوتي. وايه الجزء بتاعه والصفحة. المقابل بقى بيقول ايه؟ المقابلة سورة اختزال الجهاد في القتال فقط. واختزال القتال في القتل فقط. يعني اختزلوا الجهاد الى قتال واختزلوا القتل. القتال الى قتل. وجعلوا القتل موجه ضد المسلمين. كمان. الجهاد عند عموم العلماء وسيلة. هل فيه يهودي واحد قتلته ازيل الفرق؟ ما قتلوش يهودي. من يوم ما ظهروا من ايام عبدالله ابن سبق على فكر. تتبع كده من ايام عبدالله ابن سبق كل التواريخ. لحد الوقت لم يقدروا ابدا كافيا. قتلوا مسلمين لا يوافقهم في الرغم. بس. على طول كده تضغط. الجهاد عند عموم العلماء وسيلة وليس راية تقصد للذاتية. والوسائل هي الاحكام التي شرعت لتحصيل الهيكان اخرى. فهي غير مقصودة لذاتية بل لتحصيل غيرها على الوجه الاكمل كما هو تعريف امام علماء المقاصد العلامة صاهر بن هشور في كتاب مقاصد الشريعة. وعليه فارتباط الجهاد بالقتال ليس متعينا بل المتعين هو ما يحقق المقاصد. فقد يستطيع ترك الكتال نفسه متحتما لتحقيق المقصود الذي هو جهاد. حتى ينص شيخ السادة الشافعية الامام الرمض في نهاية المحتاج على ان الجهاد قد يحصل باحكام الحصون والقنادة وقد يحصل بالقتال. المقابلة بيقولوا ايه القتال عندهم غاية مقصودة لذاتها. قال القرضاوي في كتاب ابن القرية والكتاب ملامح سيرة ومسيرة في الجزء الثالث صفحة تسعة وخمسين. وكما ناقشت الشهيد سيد قط في رأيي حول قضية الاجتهاد ناقشته في رأيي في الجهاد وقد تبنى اضيق الاراء واشتاء في الفقه الاسلام مخالفة باتجاه كبار الفقهاء والدعاء المعاصرين داعيا الى ان على المسلمين ان يعدوا انفسا بقتال العالم كله حتى يسلموا او يعطوا الجزية عن يده وهم صادمه. النقطة الثالثة في المفاين الصحيحة. المقصد الاعظم عند العلماء هو للجهاد. المقصد الاعظم عند العلماء هو للجهاد. لا ايه كلمة هو دي شل. المقصد الاعظم عند العلماء للجهاد هو الهداء. ففيه هو زيادة كده شل. قال الامام التقيي السبقي في الفتاوى قوله صلى الله وسلم لعلي لما وجهه الى خيفر لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعام. فرأينا قوله صلى الله وسلم ذلك في هذه الحالة يشير الى ان المقصود بالقتال انما هو الهداية والحكمة تقتضي ذلك. فان المقصود هداية الخط ودعاؤهم الى التوحيد وشرائي الاسلام وتقسير ذلك لهم وإلى عقابهم الى يوم القيامة فلا يعبره شيء. فان امكن ذلك كل كل كلام دا كلام تقيل من السبق. فان امكن ذلك بالعلم والمناظرة وازالة الشبهة فهو افضل. ومن هنا نأخذ ان مداد العلماء افضل من دم الشهدانين. وان لم يمكن الا بالقتال قاتلنا الى احدى ثلاث غايات. اما هدايتهم وهي الرطبة العليا واما ان نستشهدونهم وهي رطبة متوسطة في المقصود ولكنها شريفة لبزل النفس. فهي من حيث بزل النفس التي هي اعز الاشياء افضل. ومن حيث انها وسيلة لا مقصود مفتولة. والمقصود انما هو اعلاء كلمة الله تعالى. وقال الامام العز بن عبدالسلام في قواعد الاحكام. ان الوسائل تسقط بسقوط مقاصرها. المقابل بقى بيقولوا ايه? ليس للجهاد عندهم ولا القتال ادنى دور في تحقيق الهداية. بل هو لتحقيق الغلبة فقط. وليس تحقيق الهداية. ما يهموش الهداية. هو يهمو التمكن والغلبة والقاطر. ايه? النقطة الرابعة. بالنفاهم الصحيحة. الجهاد حكم شرعي. وليس حماسة او اندفاع. فتعتلي الاحكام التكلفية الخامسة قد يكون واجبا. قد يكون منذوبا. قد يكون حراما. بحسب تقليل شؤونه. واحواله ومقاصره ومآلاته. وقد شرع الله الاحكام وشرع ايضا ما يدفعه. فربما كان الجهاد في صورته صحيحا لكنه باطل في الحقيقة. لجريانه على غير محله. ويخرج عن ضوابط الشرع فيه. واذا خرج الجهاد عن ضوابط الشرع فانه تحول الى عدوان وقتل وسفق دماء وسعي في الارض لتدمير. واذا كان صلى الله عليه وسلم تكلم عن اداب الوضوء. ثم قال فمن زاد على ذلك فقد اساء وظلم. فجعل تجاوز المفضار المحدد شرعا في استعمال الماء في وضوء الشخص غلما واساءة. رغم انه امر شخصي في استعمال المياه. فكيف بمن يتيح بالرقاب ويريق الدماء ويروع الامنين. ويفعل كل لذلك بمنتال فوضوية وليس له في منطلقه اي تأسيل شرعي ويصح يصحح انتساب فعلي الى الشرع. فالامر في حقيقته اهواء تتلاعب اصحابها وتشبع ما في نفوسهم المريضة من زعامة وتصدق على لقاب الناس. ثم هم ينسبون كل تلك الدرائم المنفلتة للشرع الشريع. فصدون الناس عن دين الله فالجهاد حكم شرعي قد يكونوا واجبا وقد يكونوا حراما مجموعا اذا فقد شروطه. واغرق اصحابه في سفك الدماء. وحولوا الجهاد من باب صدٍ للعجوان. وحرصٍ على تأمين المجتمعات. ووقف الانتهاك الى شهوة نفسية للقتل والتسلط. وقد قال الامام القرافي في الفروق. كما شرع الله تعالى الاحكام شرع روى بلعها. المقابل بقى الجهاد او القتال احداهم عمل اهواتي اهوات. لا يحكمه دين ولا بل هو تزهير للمفاهيم. حيث يرتكبون المدابح الهائلة وابطعونا الرقاب ثم يتلقون اسم الجهاد على تلك الدرائم فتكون النتيجة ان يلحب الناس ويصدون عن دين الله. وهي وعمل مقارنة اخرى بين فهم جمهور علماء الامة لمعنى الجهاد في مقابل شزوز فهم سيد القطب له. اول حاجة شزوز سيد خطب. الجهاد عند سيد خطب صضامة على عالم كله. والكلام دا لسه قايله في القراضاوي نقلا عنه في كتاب ابن القرية اللي احنا لست قابلين. رأي جمهور العلماء بيقول ايه? قال القراضاوي في كتاب ابن القرية والكتاب ملامح سيرة ومسيرة في الجزء التالت صفح واحد وستين. الطبعة التانية نرى الشروق. ومما ننكره على جستاذ سيد قطب رحمه الله انه يتهم معارضيه في فكرة عن الجهاد من علماء العصر بامرين. اولا السداجة والغفلة والبلة او البلاء. ونحن وذلك مما يتصل بالقصور في الجانب العقل والمعارض. الثاني الوهن والضعف النفس والهزيم النفسي. والهزيم النفسي. والهزيم النفسي امام ضغط الواقع الغرضي المعاصم. وتأثير الاستشراق الماكد. مما يتعلق الجانب النفسي والخدم. والذين يتهمون بذلكم اعلام الامة في العلم والفقر وتعوى والفقر. اتداء من الشيخ محمد عبدو. مرورا بالشيخ رشيد الرضا والشيخ جمال الدين القاسمي والشيخ محمد مصطفى المراغي والمشايخ محمود شاتوت ومحمد عطالد راز وأحمد إدراهيم وابد الوهاب خلاف وعلي الخفير ومحمد ابو زهرة ومحمد يوسف موسى ومحمد ورج السنموري ومحمد المدني ومحمد مصطفى شلدي ومحمد البهي وحسن الفنة ومصطفى السجاعي ومحمد المبارك وعلي التنطاوي والبهي الخولي ومحمد الغزالي وسيد ساذق وعلى الليل الباسي وعبد الله بن زيد المحمود وأيهم من شيء العلم الديني ممن قضى نحبه ولقي ربه مثل الذين ذكرناهم وممن ينتظر من من اعلم لهم خدرهم لا داعي لتسميته. فده واضح الامر واضح والله وتعالى اعلم ثم نتكلم على مفهوم التمكين الجمعة القادمة ان شاء الله. يا رب. من هم اهل الحد والعقد الان.